دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني النائب عدنان عبدالصمد إلى ضرورة عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النهائي بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي على مجلس الأمة لمناقشته مرة أخرى قبل إحالته للحكومة وأكد عبدالصمد أن الوثيقة تضمن التفاصيل خطيرة مرتبطة بخصخصة التعليم والصحة والشركات الحكومية الرابحة وإلهامه واتهامه ولم تأخذ حقها بالنقاش نظرا لتركيز المجلس على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء وأضاف أن الوثيقة لم تأخذ حقها بالنقاش وإبداء الملاحظات الجوهرية بخصوصها مبديا رفضه لكثير مما تضمنته الوثيقة خاصة أنها رؤية حكومية بحتة لم تتضمن رأيا نيابيا مدرسا